تلقى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشاز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وصرح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار واترة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير كما أكد الزعيمان ضرورة تنصيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها